بسم الله الرحمن الرحيم ما أهمية السيرة النبوية في فهم الإسلام يقول الدكتور محمد سعيد البوطي في كتابه فقه السيرة النبوية ليس الغرض من دراسة السيرة النبوية وفقها مجرد الوقوف على الحقائق التاريخية ولا سرد ما طرفة أو جملة من القصص والأحداث ولذا فلا ينبغي أن نعتبر دراسة فقه السيرة النبوية من جملة الدراسة التاريخية شأنها كشأن الاطلاع على سيرة خليفة من الخلفاء أو عهد من العهود التاريخية الغابرة وإنما الغرض منها أن يتصور المسلم الحقيقة الإسلامية في مجموعها متجسدة في حياته صلى الله عليه وسلم بعد أن فهمها مبادئا وقواعدا وأحكاما مجردة في الذهن أي أن دراسة السيرة النبوية ليست سوى عمل تطبيقي يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة في مثلها الأعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول البوطي إذا أردنا أن نجزئ هذا الغرض ونصنف إجزاءه فإن من الممكن حصرها في الأهداف التفصيلية التالية واحد فهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم النبوية من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها للتأكد من أن محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن مجرد عبقري سمت به عبقريته بين قومه ولكنه قبل ذلك رسول أيده الله بوحي من عنده وتوفيق من لدن اثنان أن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة كي يجعل منها دستورا يتمسك به ويسير عليه ولا ريب أن الإنسان مهما بحث عن مثل أعلى في ناحية من نواحي الحياة فإنه واجد كل ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعظم ما يكون من الوضوح والكمال ولذا جعله الله قدوة للإنسانية كلها إذ قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثلاثة أن يجد الإنسان في دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام ما يعينه على فهم كتاب الله تعالى وتذوق روحه ومقاصده إذ إن كثيرا من آيات القرآن إنما تفسرها وتجليها الأحداث التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفه منها أن يتجمع لدى المسلم من خلال دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم أكبر قدر من الثقافة والمعارف الإسلامية الصحيحة سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق إذ لا ريب أن حياته عليه الصلاة والسلام إنما هي صورة مجسدة نير لمجموع مبادئ الإسلام وأحكامه خمسة أن يكون لدى المعلم والداعية الإسلامي نموزج حي عن طرائق التربية والتعليم فلقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلما ناصحا ومربيا فاضلا لم يألو جهدا في تلمس أجد الطرق الصالحة إلى كل من التربية والتعليم خلال مختلف مراحل دعوته وإن من أهم ما يجعل سيرته صلى الله عليه وسلم وافية بتحقيق هذه الأهداف كلها أن حياته عليه الصلاة والسلام شاملة لكل النواحي الإنسانية والاجتماعية التي توجد في الإنسان من حيث إنه فرد مستقل بذاته أو من حيث إنه عضو فعال في المجتمع فحياته عليه الصلاة والسلام تقدم لنا نماذج سامية للشاب المستقيم في سلوكه الأمين مع قومه وأصحابه كما تقدم النموذج الرائع للإنسان الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة الباذلي منتهى الطاقة في سبيل إبلاغ رسالته ولرئيس الدولة الذي يسوس الأمور بحذق وحكمة بالغة وللزوج المثالي في حسن معاملته وللأبي في حنو عاطفته مع تفريق دقيق بين الحقوق والواجبات لكل من الزوجة والأولاد وللقائد الحربي الماهر والسياسي الصادق المحنك وللمسلم الجامع في دقة وعدل بين واجب التعبد والتبتل لربه والمعاشرة الفكهة اللطيفة مع أهله وأصحابه لا جرم إذن أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست إلا إبرازا لهذه الجوانب الإنسانية كلها مجسدة في أرفع نموزج وأتم صورة ترجمة نانسي قنقر